ميون الجزيرة اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية الأخطر في مدخل البحر الأحمر حيث تتوسط مدخل مضيق باب المندب أحد أهم المضايق والممرات البحرية في العالم ورغم إعلان الإمارات انسحابها من اليمن مطلع فبراير من العام 2020 إلا أنها تواصل السيطرة على الجزيرة الاستراتيجية عبر قاعدة جوية عسكرية بمدرج يجاوز طوله 1800 متر وفقا لوكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية الاحتلال الإماراتي لجزيرة ميون الاستراتيجية بات يشكل انتهاكا خطيرا للسيادة اليمنية وقرصنة تقفز على جميع القوانين الدولية في ظل صمت مريب من المجلس الرئاسي واليوم تحاول الإمارات تغطية احتلالها وتعميد قرصنتها على الجزر اليمنية عبر الإعلان عن إنشاء وحدات سكنية لإهالي جزيرة ميون في سلوك يكشف عن مؤامرة تبدو فيها الإمارات واجهة لقوى استعمارية تحاول السيطرة على المنافذ البحرية عبر مشاريع إنسانية في لحظة باتت فيها الطاقة وطرق التجارة الدولية تشعل حروبا بين أقطاب دولية كبرى ولعل الغريبة والمثيرة للتساؤلات في محاولة الإمارات تغطية احتلالها لجزيرة ميون استدعاء الانتقالي ليقوم بدور مشبوه من خلال توقيع محافظ عدل اتفاقية إنشاء مدينة سكنية لأبناء جزيرة ميون التي تتبع محافظة تعز إداريا الخطوة الإماراتية في جزيرة ميون تأتي في إطار استكمال مشروع السيطرة على الجزر اليمنية هكذا باتت الجغرافية اليمنية نهبا لأطماع قوى طارئة في المنطقة تتقاسم النفوذ والسيطرة وتعرض الأمن القومي العربي لأخطار كبيرة أكثر من أي وقت مضى